اهتماماً بمجال التنمية الصناعية عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة مشتركة بين لجنة الصناعة والبحث العلمي ولجنة الطاقة وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق بهدف الخروج ببعض النقاط التي من شأنها أن تساعد في تحسين الأداء في مجال التنمية الصناعية نسمع منهم شكواهم نقدر نحطهم علماً بالمجودات التي نقوم بها لدعم وتنمية الصناعة نسمع منهم مقترحات ونحاول أن ننفذها سوا لأن جنحي التنمية هي الدولة مع القطاع الخاص ومع المجتمع الصناعي من الجدير بالذكر أن قانون التراخيص الصناعية يعد من أهم القوانين التي تقضي على عوائق الحياة الصناعية مثل الوقت الطويل للحصول على الرخصة الصناعية والتي سوف تفعل إلكترونياً للتسهيل على كافة المستثمرين النهاردة كان حياة مثمر جداً لأن الأعضاء الجامعية قالوا مشاكل على الأرض الواقع وأعتقد مهان صاحب عبد الرازق استمع لها جيداً ورد على الحاجات منها ووعد باتخاذ إجراءات لبعضها وطلعنا النهاردة كمان أننا سنكون بروتوكول تعاون ما بين جمعية رجال العمال المصريين والهائة العامة للتنمية الصناعية حقيقة هيئة التنمية الصناعية كجاعة حكومية محتاجة باستمرار أننا ننصق معها ونديها المشاكل التي تقابلنا وإيه المعاوقات التي تقابلنا كمستثمرين والحقيقة هناك تعاون كامل ما بيننا وبين هيئة التنمية الصناعية وفي ختام الندوة تمت مناقشة موضوعات مختلفة بين الحضور والمتحدثين للوقوف على المشكلات التي تعوق أصحاب المصانع وتقديم الإجابات عن كل تلك المعاوقات كل ذلك بهدف تيسير الحياة الصناعية والتي بدورها تجذب استثمارات كثيرة سواء داخلية أو خارجية